في إطار الدعوال التجربة تن مارس تبقى الفطور ديالي الفطور لي وما ماشي فطور كهوة سخونة بلا بلا سكور يمكن يكون قاتين لشرب ساخين التن مارس تبقى تقريبا سنتين وانتين ديال الصيام متقطع تمانية الساعات ديال الاكل فيها وجبتين وكتبقى 16 الساعة ديال الصيام اللي كتريح فيها الجسم ديالك احنا كنا نضرو على الضغوط والصخب ديال الحياة الجسم ديالا محتاج يرتاح وتصورو باش تنفطرو احنا انا نضرو على تقفتنا المغاربية كنفطرو بالخبز الخبز والاساسي ومعها شي شوية شي حويجة اما ازبدا وزيد على الحلاوات اللي اصلا تطلع لانسولين وعول هذه الساعة النقرف تدخل في الربعينات وكتعيت على على مرات السكري اذا اصلا نضبنا الغذائرة كان اكل شي عجل ليف غالبا غير مفيدة والخبز رامو عدل وراتيا وما عنده تفائد اكونوا على يقين انا رأى تقريبا سنتين الى ناذيرا فاشتنا اكل الخبز خبز انا مشيت للمغرب مرة مرة عند ال عند الوالدين ولكن استثناء تطريح الجسم الوجبة الاخيرة مع التمنية ماكسيموم تمانية وكتريح الجسم والفطورة اشياء جاي ساخينة وصعورة الحرارية قليلة الغذارة مبتداء من الاثناش انا كنتقدم على الوحدة تقريبا الوحدة والعشامة السبعة وجوجوجبات وغتشوفوا الاطار يمكن ان تسألوا على الطاقة ما المستوى الطاقة ضعيف وراء من التغذية تتلعب دور كبير التغذية تنظروا على التغذية والحركة واحد الثلاثي راء عاجب التغذية والحركة والنوم التغذية راء وعد نسبة كبيرة كتلعب راء يمكن تمارس الرياضة اللي بغيتي إلا ما كان التغذية موازينة متوازينة وما كانش النوم المريح اللي غادي تركيبغي به الطاقة ديالك راء راء ما غاديش نجح في العملية دعواء هير جربوا راء ما خاصرين والو نقصوا هير ما ديرش تمانية تسوية الأكل ديرش دي 12 الساعة ديال الماكلة وخلي 12 الساعة ما تاكل فيها والو في الأول وغاديو كتنقص 11 الساعة عشرة تسوية بدأ بثلاثة الوجبات ولكن يكونوا توازني شي شوية ويمدعوة تعوى أنا ماذا السفر السفر علمني ولكن الحياة الحياة عموما خسنا نجرب وراء كان سدع لي نفسي سنادق اللي كان غرقو فيها الناشاط الحيوية